في سياق هذه المخاطر على المنطقة هناك عدد من المناورات العسكرية منها مناورة بين سعودية وباكستان ومصر وتركيا وكذلك عرض عسكري للجيش الثاني في مصر في سينا هل نقرأ هذا في إطار أو في سياق روتيني أو في سياق فعلا سعي لتلويح بقوة ما ضد العدو الإسرائيلي؟ سأل لك دكتور التمرين للتعاون المسك الإقليمي لأربع دول حقيقة هذا غير مسبوح هذا الأول من نوعه وفي ظل هذه الظروف أعتقد وفي ظل حال السياسية التي سبقتها من خلال السياسي نعم وأيضا الباكستان موجودة مع السعودية موجودة ومع مصر موجودة ومع تركيا موجودة وهي دول يجمعها الإسلام ويجمعها المشروع الصهيوني أيضا المشروع الصهيوني لا يطبي أحد يعني مصر في المشروع الصهيوني والسعودية في المشروع الصهيوني وهذا يعني أنه عندما يقترب على الفرات يكون تركيا في حالة حدود مع المشروع الصهيوني مباشرة وتهديد مباشرة فبالتالي هذا الخطر كله قامت وطبعا الباكستان هي تعتبر مركز الثقة الاستراتيجي العربي والإسلامي من حيث تلك القبل النووي والسلاح النووي الذي يردع ويهدد ويمكن أن يكون أيضا قيمة عالية في حسابات القوى الاستراتيجية العربية الإسرائيلية أو العربية الإسلامية من جهة الإسرائيل من جهة كل هذا موجود واللحظة أعتقد تدل على أنه قد يكون هذه حمل رسالة بهذا المستوى خصوصا هناك تصريحات واضحة أيضا من الرئيس التركي تحديدا أن إسرائيل واضحة أن طموحها ومشروعها ماشي بالتدرج هناك الآن فلسطين ثم لبنان ثم سوريا ثم نحن هذا أعتقد إشارات واضحة تماما وهذه الحركة أعتقد قد تكون ليست بمستوى الطموحات العربية بشكل عام والإسلامي لكنها أعتقد على الأقل تعتبر تحريك للحالي أو اتجاه العام للوضع الاستراتيجي في الإقليم حقيقة بحيث أكون في بعض الإزاحة والابتعاد لبعض خاصة الدول التي لها علاقات مع إسرائيل مثل مصر مثلا هذا قد تكون مهمة ونأتي إلى الجيش الثالث الجيش الثالث حقها له مناوراته وله حركاته السنوية التقليدية لكن أي لحظة الحالة تحدد أيضا أو توجه تلك الحركات وتلك التمرين كل الجيش عندها تدريب سنوي وعندها مناورات سنوية وعندها حالة يعني فعلا النشاطات التدريبية قائمة لكن في الوضع العملياتي القائم والاستراتيجي القائم أيضا يؤثر على شكل التمرين ورسائله فأعتقد أن مصر بعد الذهاب إلى فنيدينك فيها وبعد التهديد المباشر من التنياهو وسموتريتش وبينك فير بها التوسع الصهيوني وحتى ترامب يتحدث عن أن إسرائيل يجب تكبيرها جغرافيا إذن سناء مقصودة وغير سناء مقصودة حقيقة في الجغرافية العربية المحيطة بفلسطين في الوقت الحضر هذا كله يدل على أن مصر عقيقة يجب أن تكون أيضا منتبهة أكثر برغم أن الخط السياسي يزال يقوم على الكثير من العقل والصبر والتأني وما ذاك لكن المستوى العسكري يجب أن يكون لديه بعض الرسائل وبعض الإشارات وبعض الفضور وأعتقد مصر كقوة استراتيجية كبيرة عسكرية وسياسية واقتصادية وجغرافية أعتقد تعتبر حالي مهمة جدا المشروع الصهيوني لا يستطيع حقيقة أن يعيش في حد مواجهة معها ونرجو أن تكون هذه المواجهة غير بعيدة